يا ليجند يا ميستر أنا إسلام الشاطر يا ميستر مساء الخير مساء الخير كابتن إسلام مساء الفل يا ميستر وحشنا جدا 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 مساء الخير عليك يا كابتن مساء ميتش سودادش تن أكيدو سنور منويل جزي أدخل أوفير أترابيس أنا أدخل متابة سودادش والصوت الحية يعني برحب بك يا ميستر مانول طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي بيتك الكبير طبعا أحشينوا لكل اللعيبة اللي درابهم ووحشا مصر وأصدقائه في مصر وخاصة جمهور النادي الأهلي العظيم يعني يا ميستر مانول سنعطي جيل تاريخي وسعدت بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية يعني تلقت خبر حصول النادي الأهلي السنادي على الثلاثية هذا الموسم تلقيت الخبر ده زي وانعرف ان انت دايما متابع جيد لما يحدث داخل النادي الأهلي ألا قد تلقيتها بفرح وبفخر فكما تعلمون مكسب ثلاث بطولات في عام واحد شيء خارق للعادة لا بس انت كسبت خمسة يا كوتش أنا حافظ مصر المصري والأفريقي مضبوط طيب يعني بالنسبة لك أنه يعني لما سمعت أن النادي الأهلي يوصل إلى كأس العالم لسادس مرة وبعد غياب سبع سنوات هل كنت فخور بده سعيد بده؟ ورقم ستة بيعني لك ايه برضو يا كوتش عشان ده مهم ما هو بتعديش حاجة بعيد أن الأهلي وصل أخيراً لكأس العالم الأندية يقول أنا دربتي ثمان سنين وكانت الأمور حققنا نجاحات كبيرة وأسعدنا الجمهور وأنا ليه علاقة وثيقة مع جمهور الأهلي وكل العناصر وجزء كبير من حياتي قضيته مع الأهلي وهو بمثل كتير في حياتي ومصر كلها الأهل وخصوصاً الأهلي بس مصر كلها بتشكل جزء من حياتي النسخة الأولى وصعود النادي الأهلي في 2005 ذكريات النسخة الأولى بالنسبة لك مستر مانويل أول مشاركة 2005 لم نحقق الكثير لأن كان هناك أمال عريضة وذهبنا إلى اليابان وكان عندنا عمل كان فيه طبوح كبير جداً أكبر من الإمكانيات إن إحنا كنا عايزين كان عملنا نكسب كاس العالم وكان ده سبب ضغط على اللعبين وما يدروش يحققوا نتائج إيجابية وأنا أتذكر في المؤتمر الصحفي في المباراة الأخيرة هو قال إنه مش هو ده الأهلي مش هو ده الأهلي الحقيقي وأنا أقول وأنا أعكد لكم أن في العام القادم في العام القادم سنشارك وسنحقق نتائج جيدة وفي العام التالي وصلنا إلى مستوى مردي وعدينا إعداد وحققنا أهدافنا من المشاركة البرونزية في 2006 أعتقد أن هي واحدة من العلامات البارزة في تاريخ تدريب مانوز جوزيل للنادي الأهلي كانت فترة كان الميداليا كانت مهمة للغاية ولكنني حزنت لأن المباراة ضد الناسيونال البرازيلي خسرنا اتنين واحد رغم إن إحنا كنا أفضل من الناسيونال وإحنا خسرنا لأن إحنا كنا كنا لعبنا بعصبية إحنا لعبنا أحسن بحكتير أحسن من فريق ناسيونال البرازيلي وكنا نستحق كنا نستحق التفوق لكن هما اللي كسبوا المطر وهم اللي كسبوا الكاس كان مهم إن إحنا كسبنا الميدالي البرونزية لكن اللي إحنا عملناه كسبنا فريق المقسيكي وكسبنا لأن إحنا كنا الأفضل وكان مستوى عالي كون نحنا وأنا كان عاملة إن إحنا على الأقل كانوا نستحق الميدالية الفضية مش البرونزية مستر مانويل من وجهة نظرك كان مين أفضل أو مين تصنفه أفضل ثلاث لاعبين في الجيل اللي حضرتك كنت موجود فيه بيقول أنا مقدارش أقول كده عارف إنهم مش عارفوا ما تقولش إسلام على فكرة مش عارزك تقولي إسلام بيقول إسلام الشاطر كان لعب ممتاز وهو صديق عزيز طبعا طبعا شرف ليه بيقول مش هقول أحسن ثلاث لعبين خلاص يا كوتش زي ما أنت عايز مستر مارويل برضو سؤال من الزكريات يعني مين أكتر واحد خد بيج زيرو بيج زيرو نعم في لعب كتير مش هيقول أه سام عشور مش هيقول لا مش هيقول ولا هو لا هيقول ده كان يقولين على طول والله إسلام الشاطر شاطر إيه با؟ إسلام الشاطر كنت متأكد إن هو هيقول كده على فكرة لا بس أنا فيولين قوله أنا إسلام فيولين مش بيج زيرو أنا بضحك معاك أنا بضحك معاك ما تزعلش أيو النهاردة يا كوتش تم استقبال النادي لقال استقبال كبير جدا في قطر تفتكر إيه عن استقبال الجمهور للجيل اللي حضرتها كنت متواجد معا مدير فني في الفين وخمسة والفين وستة ده الفيديو اللي بقول لك عليه ده بعد ما رجعنا من الفين وثمانية ده اللي بعد الخسارة ما بتشيكه بيقول في قطر استقبلنا استقبال حافل وكان الاستاد مليان عن آخره أيو وبالذات الجالية المصرية والجاليات العربية كما نعلم والجالية المصرية أنا فاكر لعبنا في قطر وخسرنا ضد بايرن ميونيخ اتنين واحد وكان الاستاد مليان عن آخره وكان التشجيع تشجيع الجمهور كان قوي بالنسبة لنا أيو وخسرنا في آخر دقيقة طبعا أنا هو بيتكلم عن اليابان مش قطر يعني لكن أنا كنت بيتكلم عن استقبال النادي الاهلي النهاردة في القطر طيب النصيحة التي تقدر توجهها مستر مانويل لمستر موسيماني واللاعبين دلوقتي بيقول المدرب لا يحتاج لنصايحي وأكيد هو هينصح اللاعبين لكن المهم السقة والهدوء ومن خافش من المسئولية كل الفرق الأوروبية والأمريكية قوية ولكن إحنا بنمثل القرى الأفريقية الأفريقية والأهم نصيحة اللاعبة أنهم ما يكونوا وسقين وما يخافوش أيو فريق قطر ما هوش أفضل من فريق الأهلي وإحنا هنعقل لازم نكون عندنا ثقة أن إحنا هنغلب نلعب عشان نغلب إحنا نقدر نغلب فريق قطر وبالنسبة المدرب يدير الماطش حسب المواقف اللي هتمر في الماطش أنا بشكرك يا مستر مانويل يا ليجند أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا النهاردة واسمح لي تكون معنا الفترة اللي جاية إن شاء الله على الهواء مباشرة برضو علشان نسمع تحليلك عن النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أنا بشكرك وسعيد جدا 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 بتواجد حضرتك معايا شكرا جزيلا الأسطورة منويل جوزي المدير الفني السابق للنادي الأهلي واحد أهم المدربين في تاريخ النادي الأهلي فيه من أول سنة 2000 وحتى 2012